نقاش بفتوحة. نعم نظرنا فقط فيما يخص التعقيب فيما قاله الشيخ زكري نظرنا أنه لما تتحدث على تحت اللاعبين كونش بغلي دي جوار ديسبونيب. يعني اللاعبين اللي يراهم في المستوى شيخ. ما نيش نقول لك أنا لصيف تاعة 2021 ولا بـ 2022 اللي كان ما يلعبش قاع في أنجيل ولا مباراة هو لصيف اللي داكاس إفريقيا مع التحاد العاصمة تغير شي. نتحدث كذلك على اللاعبين آخرين نعطيك عوار علش جاء عوار درك علش جاء ايت نوري درك علش جاء حجام بوع الناني كانت إرادة لتدعيم. مرت 15 شهر دوك نقول له. منذ 15 شهر يا أستاذ زكري أنا وحبه لغة الأرقام لعبنا عشر مباريات عشر مباريات. كاميرا ممن. تمانية كامال تمانية منها فزنا بها تعادوا الواحد و إنهزام أمام سويد في مباراة ويدية. لا يعني مخسرنا فيها وشفنا كيف هاش فيها أسباب. نزف عيني راح بالحمراء خلينا هذيك أسباب تقنية. لما تتحدث على 15 شهر ألم يقم بأول ثورة في جوان ألفين وثين وعشرين باستدعاء كل من زدادكا لعبين آخرين لريس و عدة مجموعة كوكا من اللعبي ما همش كانوا قادرين يقعدوا يتبتوا في المنتخب. ما جابوش بلايس هم بارابوراكي بارابورا عوار أي تنوري بارابور البعناني. إحنا 15 شهر كيف هاش أنت تقيم أستاذ ذكري. فضل. بتدوير أكثر من خمسين لعب و نتائج تابعة. سؤال وضح همم. سؤال وضح. فضل سيد نورديز. جيد. جيد. أنا السؤال أعطيت لكم مثال بالمنتخبات اللي وصلت للقمة. إحنا من المفترض أننا وصلنا في القمة في 2019 منفترض أن نحافظ على ذيك القمة. صحيح. إحنا ما أخذناش أنا قاعد نقول لك الطريق الصحيح ما أخذناش. ومده 15 شهر. هل في 15 شهر هذي ما بنح تجوار يقدر يعوض اللاعب بن طالب مثلا. يقدر يعوض اللاعب. كيف. علاش ما عوضناش. وعلاش استمرين بنفس اللاعبين مع تغيير بعض المراكس. هذا يروح أمين وهذا يروح أشمال. دبنا المنتخب هذا. أظن أن خلمك واضح. لتفوز لأنك عندك لاعبين أفضل ولاعبين يلعبوا في منتخبات كبيرة. وتفوز على منتخبات شبه منتخبات يعني. بيث المنتخب مع ترامي مع المنتخب بالتاع البارع. ما وش منتخبات ليق؟ لكن قلنا للمنتخبات إفريقيا. قلنا للمنتخبات إفريقيا. قلنا للمنتخبات إفريقيا تطورت. شاهدنا منتخب مغربين هزم. شاهدنا منتخبات. سينيغال يتعدل في بنين. يتعدل بطن إفريقيا. بنين. أين هنا المفارقة؟ 15 شهر مزان من القيناش. وش هي التشكيلة الرسمية لهذا الفريق. سنلقوها في 6 شهر. اللي قعدتنا على التظاهر الكاسي في إفريقيا تذكروا كلامي جيدا. 15 شهر ملقيناش سنلقوها في 6 شهر. هناك نوعين من البرامج في التدريب. هناك مدرب مكون يكون لك فريق. وهناك مدرب نتاج. المدرب النتاج يجي يلقى مجموعة معينة موجودة. يخلق فيها نوع من التنافس. يغرس فيها نروح. يغرس فيها نروح. يجعل فيها ويكون هناك الجميع على قلب واحد. هذا ما حصل في 2019. لكن من 2019 يا ييوبنا هذا نحن بحاجة إلى التكوين فريق. هل هذا الناخب يستطيع التكوين فريق؟ 15 شهر لم نشاهد فريق باستطاعته روش الفوز على أغاندا. لازم يكون عندنا مفارق يروح الكاس العالم الجاية ويقدر يجيب الكاس العالم الجاية. هذا هو الهدف.